وتلقى وزير الخارجية سمح شكري ايضا اتصالا هاتفيا من نظيره الاسباني خاصة مانويل الباريس خلال الاتصال تناول شكري البهود التي تبذلها مصر من خلال الاتصالات التي تجريها مع الاطراف الاقليمية والدولية الفاعلة مشددا على اهمية العمل على استغلال فرصة اقتراب عيد الفطر المبارك من اجل وقف اطلاق النار وحق دماء الشعب السوداني شقيق كما اكد شكري ضرورة امتناع اي طرف خارجي عن التدخل بشكل يفاقم من حدة الصرع وبما يسهم في انجاح الجهود الوساطة الهادفة لاخراج السودان من هذا المأزق ومن جانبه اعرب وزير الخارجية الاسباني عن قلق بلاده من تدعيات المواجهات العسكرية الجارية وتأثيرها على المدنيين من ابناء الشعب السوداني والجاليات الاجنبية الموجودة هناك اشتركوا في القناة